مولير فني. دي مشكلتك انت كأدر التصوير. يقول لك ايه. سمعت انا على عمها ببيديوة مصر يقول لك ايه. كلر مش مهم بالنسبة له الاهلي يخسر ولا ما يخسرش. دي حاجة مش مهمة ليه كمدرر. انت ترد سواء اللعب بتاعك دي مشكلتك انت مش مشكلتك انا. انت مش عارف سواء اللعب بتاعك دي مشكلتك انت برضو. مش مشكلت انا. وفيه ناس تقول لك ايه. ما يجد عم ما ينفعش ان انتو تصربوا الاجتماع. اصلا اللعبة هتبقى عارفة. لعبة كمين مع كولر. مش عارف ان المدرب مش عايزه. فكرك ان اللعب اللي بيلعب مع كولر دلوقتي. مش عارف ان هو بيلعب عشان خطر دي مرحلة. ومرحلة الفريق فيها مضغوط. صباح الفول يا كابتن. انت بتتكلم على. لعبة لما واغزة يعني. لا ارى لا اسمع لا يتكلم. اللعبة اللي عندها عروض عارفة ان عندها عروض. اللعبة اللي جاهله عروض مصردية. عارف جاهله عرض مصردية. وعارف ياخد كام. او الله انا عزيزيما يا كابتن مش بأذر معك اللعبة اللي بيتبجايا يعني له عرض. عارف ياخد كام. وعارف الدنيا بالنسبة له هتمشي زي اول ما يروح السعودية او اول ما يروح اي حده. يا صاحبا مش عايزين نهجس على بعض. مش عايزين نعيش في ميت البطيخ كثير. من حق المدير الفني يفكر في مصلحته. ومن حق العالي يفكر في مصلحته. بس كثة ان انا اتفرج على فريق. في مدير فني بيديري الفريق فنيا. وفي لجنة التخطيط. نفسها تكون هي المدربين بتاع الفريق. لا الوضع سيء يا صاحبا. لا الوضع سيء سيء. لجنة الت كل دورها ان هي بتعقب على اختيارات المدرب هل انت بترشح للعيبة؟ انا برشح لك لعيبة وكلهم ما يعجبوش المدرب هناك مشكلة في فجوة في التواصل ما بين لجنة التخطيط وما بين المدرب داشا يفضح مار وداشا يفضح مار أما بقى كس ان احنا عاديين نرمي كس استمرار كابتن خالد بيبو وهو كابتن خالد بيبو ما له ملعاتها انت داخل دلوقتي في مشكلة كبرى وغير مشكلة الصفقات مشكلة الصفقات لها الرجل عايز لعيب اجانب عايز لعيب اجانب ولعيب اجانب تفرق وعلى فكرة ده حقه لو انت هتجد لي لعيب اقل من اللي عندي ما تجيبش لو انت هتجد لي لعيب مش هيديه في حاجة ما تجيبش ما هتكسة مش كسة ان انا عندي لعيبة محترفين اجانب وخلاص الاقل عمده لعيب اجانب بس ما بيلعبوك